لكن كيف يحاصر الحوثيون مدينة تعز يفرض الحوثيون حصارا مشددا يطوق مدينة تعز بشكل كامل حيث أقاموا أكثر من 26 حاجزا لمنع الطعام والشراب والدواء والمواطنين من الخروج أو الدخول للمدينة تتنوع طرق الميليشيات الحوثية في إغلاق منافذ المدينة فبعضها تستخدمه كمنطقة عسكرية مغلقة كمنفذ الحوبان في شمال شرق المدينة والذي يقع على الطريق الرئيس الذي يربط تعز بالعاصمة صنعاء وبعضها لا تتورع عن قصفه كمنفذ منطقة الضباب والذي يقع على الطريق الواصل لعدن أما منفذ الدحي الذي يقع في الجهة الجنوبية من المدينة ويعرف بين أهل تعز بمنفذ الموت فإنه على مرمى نيران قناصة الحوثي الذين لم يتورعوا عن قص الجميع حتى الأطفال بقية المداخل في الجهة الجنوبية لتعز هي مناطق جبلية وعرة كجبل صبر والمسراخ وقد أصبحت الطريق الوحيد والشاق لنقل السلع والأدوية والأفراد لتجنب الموت على يد قناصة الحوثيين ذلك الطريق لا يضاعف المسافة فقط بل يزيد طول الرحلة بعشرة أضعاف على الأقل ويزيد من مشقة التعزيين إلى حدود غير مسبوقة